السلام عليكم خطة السيسي لكسر مخالب الدولار زمن الجنيه الوحش الراجع يترى دولاره يفضل متحكم في سوق المصري لغاية أمة وليه نهايته قربت وليه الجنيه المصرية العافية رجعت أن ياخذ وضعه ومكانته بين عمولات العالم وزاي السيسي هيكسر مخالب الدولار راب انظارة نافعة دي حكمة مهمة جدا بتعملنا إذا نتعلم من أخطاؤنا وبتعرفنا نقاط الضعف والقوة ومشكل أزمة أو محنة شر لأن بعديها ممكن يجي خير كثير في أنها مات كرشت أن يوده اللي حصل في أزمة الدولار على مدار شهور اللي فاتت ورغم أن الدولة المصريات كانت قبل الأزمة بتعش نهضة اقتصادية حقيقية في كل المجالات لكن الأزمة الأخيرة في سوق الصرف نبهتنا للتعديل الأولويات والتخلص من أخطر مشكلة ممكن تواجه الدولة المصريات ومصر وتعلمت الدرس واستفادت كثير جدا استفادت أنها ممكن توقع في أي أزمة طول ما العملة تباعتنا ضعيفة وأتعلمت إن التصدير بشكل ضخم مسألة حياة أو موت وإن التصميع المحلي هو عصب الاقتصاد وإن البنية الأساسية ضروريات لأي نهضة وأتعلمت إن العلم والتكنولوجيا والتفكير خارج الصندوق هو السبيل للنهضة نوعيات وأتعلمت إن قوانين الاستثمار عندنا لازم تتغير ويتغير معها فكر قديم بافتكر إن الاستثمار شر وأن احتلالي لبلود واستنزاف مواردها طيب السيسي عملوا أيات عشان يحل أزمة الدولار بشكل نهائي كلنا شايفين اللي عمله السيسي على الأرض ولولا كل المشروعات القوميات اللي أتعملت قبل الأزمة كان زمان مصر دولة مفلسة تماما ولو مفيش بنية أساسيات مكانش يكون فيه صفقة الرأس الحكمة ولا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولا موانيا والتجارة ولوجستيات ولا الصين هو تيجي تعمل عندك أكبر مشروع بره أراضيها ولا تركيا كانت تعمل منطقة صناعيات ولا الإيطالي نهيج يعمل مشروعة بسبع مليار دولار ولا أي حد كانها يعبرك لكن دهمش كل حاجة مصر أخذت الطريق الصعب وعملت رؤية 2030 وطورتها وعدلتها بعد الأزمة الأخيرة وقررت تتوسع بشكل كبير جدا في التصنيع وحطت خطة للوصول لمئة مليار دولار صادرات كمرحلة أولى وقالت لاعتماد على الاستيراد وعمل المناطق صناعيات إملاقة لما تخلص بشكل نهائي كون ليها تأثير كبير على الاقتصاد مصر كمان عملت وتعمل أضخم مشروعات زراعية في تاريخ مصر وهي اللي حفظت الأمن الغذائي القومي والخضار والفاكهة مالية الأسواق وعملت كمان طفرة في قوانين الاستثمار وشفان النتيجة مشروعات بمليارات دولارات داخلت مصر ولا سهوه الدخل وغيار كده بدأت مصر تبعد عن الدولار في التجارة الخارجية بشكل تدريجي وانضمت للبورايكس وبدأت بشايره توهل بأول صفقة مع البرازيل بالجنيه المصري وفتحت الباب الواسع للسياح من دول بورايكس والمشروع الصيني الجديد والليهيكون أكبر من رأس الحكمة تم الاتفاق عليه في إطار الشراكة مع الصين في البورايكس ولا سهو باقي الصفقات مع باقي أعضاء بورايكس زي الهند واللي قررت تعمل مشروعات ضخمة في مصر ولا سهو السعوديات واللي نازل بطقلها في مشروع رئس جميلة وإن المفاوضات قربت تخلص كل اللي فات مش كفاية لتقليل الاعتماد على الدولار ومصر شغل على استبدال الدولار بعمل رقميات جديدة ونظام دفع إلكتروني جديد خاص بدول بورايكس والده معناه أن مصرها تستغني عن 40 مليار دولار تقريبا هي حجم التجارة الحالية مع دول المجموعة واللي قررت لاستغناء عن الدفع بدولار الأمريكي في تعاملتها مع بعض ودي أكبر ضربة لدولار والده كله غير اتفاقية مبادلة الديون مع دول كثير وتحويلها لاستثمارات زي ما حصل مع الامارة وإيطاليا وألمانيا والده يخفى في طلب على الدولار في مصر كمان في حاجة مهمة هتقلم مخالب الدولار في الفترة الجاية وهي الاتجاه لأسواق جديدة مش بتعامل بالدولار وكل اللي قلناه ده بيصب في النهاية لصالح الجنيه المصري واللي قيمته هتزيد بشكل كبير بعد اعتماده في التعاملات الدولية وهي يرجع وحشز زمان وديه فايدة ودرس العمر لأي تعلمته مصر من أزمة الدولار وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم ترجمة نانسي قنقر